أعلن رئيس التركي رجب طيب أردوغان حداداً وطنياً لمدة سبعة أيام إثر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد وكشفت السلطات التركية أن عملية إغافة المنكوبين تواجه صعوبات كثيرة بسبب سوء الأحوال الجوية حيث تضررت شبكة الكهرباء والغاز بشدة في بعض المناطق وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه تم إرسال سبعة عشر طائرة خاصة تابعة للقوات المسلحة وعدداً من المسيرات إلى المناطق المنكوبة مع مشاركة ثلاثة ألاف وخمسمائة فرد من الجيش يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ هذا وتجاوزت حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا المجاورة الخمسة ألاف قتيلة على سعيد آخر قالت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين بالزلزال المدمر الذي أودى بحياة الألاف في تركيا وسوريا قد يصل إلى ثلاثة وعشرين مليوناً بينهم نحو خمسة ملايين في وضع ضعف